طبعا السؤال اللي دايما نسأل وأكيد وجه هذا السؤال إلك مرارا وتكرارا ليه؟ لماذا؟ يعني ألا توجد طريقة أخرى؟ يعني ليه كل هالتاريخ وبرات بيستخد متعبير ليه كل هالمسرحية يعني نبوات وييج وكده كله عشان يعني طم الله على كل شيء قدير يعني ممكن كن فيكون ممكن يحل كل الإشكالات ليه؟ يعني يحل الخاطئ اللي أخطأ وإهان الرب والخطئة تعدي على قوانين الله وإهانة إليك وحدك أخطأ كيف أصنع هذا الشر العظيم وأخطئة إلى الله الخطئة خطأ في الذات الإلهية فإحنا غلطنا في ربنا فييجي الربان يقول طبعا أنت خلاص عشان أنا طيب ورحيم ويلا يلا مع السلامة فهنا فيه مشكلتين المشكلة الأولى إيه؟ المشكلة الأولى أن الله برهن أنه رحيم وغفور لكنه ليس قدوسا وليس عادلا بيطنش على الخطأ بيفوت طبعا حاشا لا وحاشا طبعا لو عمل كده يبقى مش عادل ومش بار لكن يجب أن تتلقلق صفات الله ويتمجد الله يعني إيه يتمجد الله؟ المجد هو الفضاء المستعلانة متلقلئة يعني عايزين نعرف أن الله رحيم وغفور ومحب وعادل وقدوس وبار كله مع بعض إزاي؟ الصليب موت المسيح وإلا ما دي يبقاش إيه ما ينفعش وهنا ما نشوف التوازن في الصفات الإلهية تمام يعني الله بار أيها بعادل آه لدرجة أنه لما ابنه كان حملا للخطايا لم يشفق الله على ابنه وضربه استيقظ ياسيف على الرعية وعلى رجل رفقتي لأنه حمل خطايا كسليم طيب هو برهن أنه محب لأنه قدم ابنه عشان ينخزن فالرحمة والحق يلتقي والبر والسلام يتلسم وصفات الله تبدو متناغمة متلقلئة في صليب المسيح كمان في مشكلة تانية طب خلاص الرب عايز يساكن الإنسان والإنسان يقرب من محضر ربنا فأنت حتجيب لي ناس خطاة دانسين ناجسين خطاة مجتهد مجدف مفتري أمسكة في ذات الفعل كانت عيشة مع رجل ليس لها وزي واحد أخطأ وقتل وزنة وتقول ربنا سامحهم ونجبهم يعودوا مع ربنا يعودوا إزاي يجب أن يتم عملية يتغير بيهم الخطاة دولة يبوا أبناء لله وده اللي حصل هنا في أصححنا بتكلم أنه أنا مش بس هسامح لا دان هغيرهم هغير الناس دي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة